أجواء من الترحيب تسود إسرائيل عشية تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب وترقب لتنفيذ الأخير تعهده بنقل سفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس المحتلة الخطوة التي كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو ومن فور الإعلان عنها أشهد بها وصفاً إياها بالعظيمة إسرائيل عادة تعول أولاً على قوتها في منطقة الشرق الأوساط وتعول ثانياً على الانهيار العربي وتعول ثالثاً على استمرار الانقسام الفلسطيني وتعول رابعاً على اللب الصهيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية فهناك أعضاء في الكونغرس الأمريكي ومراكز الدراسات والأبحاث والإعلام يدعمون هذا التوجه بالتالي إسرائيل ترى بأن لديها من يدعم هذا التوجه وفي الجانب الفلسطيني تتواصل ردود الفعل الغاضبة والرافضة للخطوة الأمريكية الخطيرة بالنظر إلى ما ستقول إليه من تدمير لعملية السلام وما ستخلفه من آثار مدمر على أمن المنطقة واستقرارها فيما القيادة أكدت أنها ستستخدم كافة السبل السياسية والدبلوماسية للوقوف الحازم والجاد بوجه ذلك وفي حال تنفيذ ترامب وعده فأنه يكون قد خرج عن نهج الإدارات الأمريكية المتعاقبة الرافضة لتنفيذ خطوة حذر من تطبيقها كذلك الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته باراك أوباما ومما أطلق عليها تحركات أحادية مفاجئة في مناخ متفجر قائلا إنها ستشكل خطرا على إسرائيل وستكون سيئة للفلسطينيين وللمنطقة ولأمن الولايات المتحدة الأمريكية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس خطوة بلغة الخطورة ذلك وبحسب المراقبين تنظر بتفجر الأوضاع وبما لا يحمد عقبه سحر من يرى الإخبارية القدس المحتلة